المترجم للقناة 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 يرضى ما يرضى قال ما رح سأله مو مشكلة إلى الآن ما صار شيء ما دام ما جاءت الإجازة فكأنه لم يحصل أي شيء إذا بعدها الإجازة مو جاية بس إذا ذاك أجاز خلاص صار البيع لذاك شلون يروح يبيع الواحد ثاني حتى لو حصل أنت الآن بعت سيارتك لشخص بخمست آلاف وهو هم قبل مو لازم استسليم واستلام العقد من صار خلاص هو ملك السيارة غدا شفت مشتري ثاني بست آلاف ما تقدر تغير رأيك خلاص تم البيع حتى لو مصاير استلام وتسليم العقد أو فوب العقود زين فإذا ما صاير شيء هناك ربما بعض الفقهاء يقول ها من يقول ما صاير هذا هو سوى العقد من صوبة من صوبة مشى الآن بقيت القضية عند ذاك هالأيام شي يقولون عندهم مثل هالأيام ماشي جديد يقول الكرة صارت بملعب ذاك هو من جهته سوى المطلوب بقى ذاك يوافق لو ما يوافق فقد يقال هذا تعلق يكون يروح يشوف يمكن ذاك يوافق السيد الخوئي رحمه الله من ذاكر هذا البحث قال لا ما دام ما صاير موافقة إلى الآن هو حر ثم ذاكر قضية بالحاشية مكتوبة قال ينقل أن امرأة زوجت نفسها فضولا للحج عليه السلام قاعدة بالبيت قالت زوجت نفسي للحجة سلام الله عليه لابدهم حطت مهر مين درج كثر حطت وقالت قبلت قبلت عن الحجة عليه السلام جين هذا زواج شنو زواج فضولي الآن هذه تورطت هي أخو ما رح تشوفها للحجة عليه السلام حتى تشوف يجيز له ما يجيز فالسيد كاتب أنه هذه المرة بعد كل عمرها ما تزوجت ظلت هالشكل لأنه تقول أنا ما أدري يمكن له أشوفه للإمام يقول لي أجست فتورطت فعلا تورطت على رأي السيد لا يقوله ما صار شيء إلى الآن مجرد كلام فضول صار لا زيد لا نقص طيب لا زواج ما يريد لشهود بل حط الشهود يمهم أكو خمس نفرات مثلا الطلاق يريد لشهود الزين الآن مر علينا كلام أنه شخص سوى عقد فضولي عقد بيع أي عقد الفضولي ترى مو بس بالبيع إحنا قاعد نحشي بالبيع قلنا كل العقود الفضولية تمشي ومنها الزواج الآن لو فرضنا واحد هم فضولي هو اسمه بعد مبين قاعد يفكر والله هذا فلان صديقي ما عنده مرأة قاعد يدور لها مرأة بفكرة إجت وحده بباله قال حين خلي أعقدها إلى هو قاعد وحده قال زوجته هند لزيد هاي الأمثلة القديمة هند وزيد ماكو غيرها زوجته هند لزيد بمهر قدره عشرة آلاف دينار قبلت عن زيد سوى عقد كامل هذا العقد شنو فضولي الآن يقوم يروح الهند يقولها ترى أنا هشكل سويت ممكن الضربة فرد اطراق تقول لها هالمرة شكل اسوالف لا تسوي أنت شي خصتك تصير فضولي وتتدخل ضربته وراحش ما صار شي إذا فرضنا قالت لها ما يخالف أجست الآن عنده زيد يكون يروح له راح الزيد قال لها والله أنا سويت هالشغلة والمرأ قد تلك إياها والعقد سويت كامل حتى أوراق اكتبته ووقعتهم عليها ش تقول إذا زيد قال له لا أنا ما أريد هالهدي خلص ما صار شي إذا وافق تم العقد خلص صار عقد مع أنه يعني العقد اللي سوى مشه العقد اللي سوى مشه مو الآن وجد عقد جديد الآن إجازة حصلت ما علينا بعد شم كلمة مر علينا أنه الإجازة في العقد الفضولي ناقلة أو كاشفة يعني الآن إذا واحد باع سيارة شخص لشخص آخر فضولا وراح لعقب أسبوع قل لأنا اشتريت لك سيارة مالة فلان أو بعت سيارتك أجاز الآن من لحظة الإجازة انتقل الشيء صار النقل والانتقال أو لا من ذلك الوقت اللي أجر العقد فيه قسم قايلين ناقلة يعني الآن انتقل الشيء أو قسم قايلين لا الإجازة مناقلة ليش مناقلة قايلين لأن الإجازة شنو معناها لما يقول أجزت يقول أجزت ذاك الشيء اللي سويته أكو شيء صار قبل أسبوع قبل شهر من يقول أجزت يعني ذاك ذاك اللي سويته قبل شهر أنا مشيته شلون يصير نقول ناقلة الآن تنقل إذا الآن الإجازة نقلت ما وقع لم يجز وما أجز لم يقع اللي أجز هو الأقد الذي وقع قبل شهر المفروض إحنا قلنا الآن انتقل مع أنه أجاز شيء ما قبل شهر اللي أجازه ما وقع واللي وقع الآن ما هو اللي أجازه ليس الشيء الذي أجيز الشيء اللي أجيز هو ذاك الماضي زين إذن مناقلة كاشفة الكشف هم قلنا ثلاث أقسام ثلاثة أقوال في الكشف كشف حقيقي كشف انقلابي وكشف حكمي الكشف الحقيقي معناه أنه لما يجيز هذا الطرف ينكشف أن الشيء من ذلك الوقت اللي كان العقد فيه قد تم كان الشيء قد انتقل هذا شنو مشكلته مشكلته أنه إذا انكشف أنه من ذلك الوقت كان قد انتقل شون ينتقل وهذا بعد ما كان قد أجاز ملك هذا الشخص شلون ينتقل ملكه قبل شهر وهو مو مجيز مو معطي إذن هذا ما يصير زين نقول نجي للكشف الانقلابي شنو يعني الكشف الانقلابي يعني هو فعلا ما كان منتقل هذا الشيء من ذلك الوقت وقت العقد لكن لما أجاز انقلب الواقع الواقع ما كان انتقال ملكية بالإجازة انقلب ذلك الواقع هذا السيد الخوئ قال ما يصير مستحيل الشيء لا ينقلب عما وقع عليه هاي وحدة من القواعد الفلسفية اللي ما فيها روحه تعال الشيء اللي صار مو ممكن يتغير صار بعد صار الشيء ينقلب الشيء اللي صار وانتهى ما مضافات وما يأتي فأين قم فاغتنم الفرصة بين العدمين هذا الشعر منسوب للمولى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله شون شعر شون شعر هو مو مسألة شعر المعاني اللي فيه أكو أشعار مرتبة فخمة بس معانيها إيش مجرد تغزل وكذا ومبالغات هذا هذا علم شعر علم ما مضافات اللي راح راح يقول يضرب كف بكف يقول والله راحت مني أموالي هو راحت شو تسوي يعني يعني ترح تقلب الواقع شي صار نعوذ بالله مات لعزيز مات يقول مات نقول شو تسوي بعد خلص يعني تقدر ترجع شي صار وانتهى ما يتغير هالثانية اللي مرت انتهى أمرها بعد هالثانية ما نشوفها أبد الآبدين ودهر الداهرين كل ثانية قاعدة تمر وما يأتي فأين هو الجاي وينه الجاي كنو صله إلى الآن خو ماكو شي اللي جاي هذا عدم أو هذا عدم هذا راح وانتهى وهذا بعد مو جاي قم فاغتنم الفرصة بين العدمين وأكو شعر ثاني ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها السؤال في العقد الفضولي إذا كان العقد غير مضبوط ما وقع بالشكل المضبوط هذا الإجازة تنفع فيه الجواب لا الإجازة تنفع في عقد وقع بالشكل الصحيح جامعا للشروط وعليه فال القول بأن الإجازة ناقلة غير مقبول لأنه يلزم منه وقوع ما لم يجز وإجازة ما لم يقع الكشف الحقيقي ممعقول ممعقول لأنه معناه انتقال الملك عم مالكه واقعا من دون إذنه الكشف الانقلابي ممعقول لأنه لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه بقى الكشف الحكم اللي يقول به السيد الخوئي رحمه الله السيد الخوئي يقول منقل كشف بس مو كشف حقيقي في حكم الكشف يعني تجري على هذه الإجازة لما جرت الإجازة ووجدت تترتب عليها آثار الكشف يعني الثمرات اللي تترتب على الكشف تترتب عليها السؤال أنه في الزواج يصير واحد يزوج مره أو رجل من دون ما يأخذ منهم وكاله الجواب إذا أخذ وكاله هذا بعد مو عقد فضولي هذا عقد مضبوط إحنا كلامنا في الفضولي لو سو الآن سو هالشغلة وأجاز تمشي لو ما تمشي زين الآن مجرد معلومات كانت الآن عرفنا لا إذا تصرف شخص في ملك غيره باع اشترى من دون إذنه هذا فضولي لكن هناك استثناء على رأيي السيد الخوي ليش يتغرم كشف له حكم الكشف الحين انكشف حكم يعني يعطي نفس حكم الكشف مو كشف حقيقي ولا انقلابي وإنما له حكم الكشف يعني شنو حكم الكشف قلنا قبل شام ليلة ونجيب مرة ثانية المثال إجا قلنا أنا قبل أسبوع بقت سيارتك الحج فلان قبل أسبوع ش تقول قال ما يخالف أجزت بشن بعتها بخمسة ألاف جابول الخمسة ألاف وقالول يلا سلم السيارة هذاك اللي اشترى يقول لصاحب السيارة اعطيني بعد ميتين دينار يقول ليش يعطيك ميتين يقول هاي سيارتي انت أسبوع شن تستعملها يقول شون سيارتك هاي سيارتي يقول لمونت الحين أجزت أجزت البيع مال قبل أسبوع الآن حكما كشف حكمي انها السيارة سيارتي من قبل أسبوع وانت شن تركب وانت دور بالشوارع تعال اعطيني أجرة السيارة وأحيانا تكون مبالغ ضخمة قلت عمارة عمارة فلان واحد قام باعها لشخص وبعد ستة شهور راح قل لصاحب العمارة ترى أنا قبل ستة شهور بعت عمارتك لفلان قلنا ما يخالف شن بعتها بكذا مبلغ وجابه للفلوس سلمه هالمرة هذاك المشتري يقول صاحب العمارة يقول هذي انت الآن لما أجست معناه هذه حكما هي عمارتي من قبل ستة شهور الإيجارات اللي أخذتها بهالفترة كلها مالتي تعال اعطيني اياها سؤال يكون يعرف هذه المسألة يجب التعرف عليها لا ما كان يدري حقوب ما أجاز طلعت لها المشكلة هذه ليش من أول ما تعلم ها السؤال لو أن أحد الطرفين يقل تفقيها يرى هذا النوع من أن الإجازة تنتج هالنتيجة مثلا النقل لأن هي الكشف الحقيقي والانقلابي والحكمي بالنسبة للثمارات في أغلب الثمارات متساوية أكو ثمارات أخرى فروق بس الفرق الرئيسي يظهر بين النقل والكشف مطلق الكشف إذا فرضنا أحد الطرفين مرجعه يقول نقل والطرف الثاني مرجعه يقول كشف شي يصير كل واحد يعمل حسب رأي مرجعه يتعامل ويا القضية حسب رأي مرجعه وهذه مبس بهذه القضية فرضنا عقد بيع عادي صار بين زيد وعامر الآن مرجع زيد يقول لها هذا العقد باطل عقد البيع وانت هذه البضاعة اللي بعتها ما انتقلت إلى ذاك مرجع ذاك يقول لا البيع صحيح والبضاعة انتقلت لك شي يصير يصير هذا لأن يقلد مرجع يقول لم ملزم تسلم البضاعة يقول لذاك ما أعطيك إياها ذاك يقول لها مرجع يقول تعطيني إياها فهذا يحاول يسحبها ذاك يحاول يسحبها يشوف يغلب منهما أكوشك الكلام نعم زين الآن مو دائما اللي يتصرف بأموال غيره يصير فضولي هناك استثناء استثناء مهم وهو الأب والجد أبو الأب بالنسبة للصغار للصغار المبالغين الأب إلى حق يتصرف بأموال أولاده وبناتها لصغار يبيع لهم يشتري لهم الجد كذلك الجد أبو الأب مو أبو الأم ذول لهم ولاية واحد يقول شو يصرفون بأموال ذول الأطفال إيه لهم ولاية يتصرفون مو بأموالهم بهم أنفسهم يقدر يشغلهم عنده ولد عمره عشر سنين الآن بالعطلة قاعد بلاية شغل يجي لابن يقول تعال أنا أجرتك تشتغل بدكان فلان أحسن ما تظل قاعد بطالي بس تلعب كرة طول الشهرين رايح راج وبالتليفون النقال اللي ما بي أي ثمرة ومضر روح اشتغل بدكان تحصل لك شهرين شم دينار وتتعلم لك صنعة أحسن لك من هالترهات هذي يقدر الأبو الشكل يسوي نعم تفصيلها إن شاء الله غدين أنات المعارض بسراج العلم والفقيلة تفصيلها نعم